بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب الأرض والسماء خلق آدم وعلمه الأسماء والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الرسل والأنبياء أبنائي وبناتي طلاب طالبات الصف الخامس سلام الله عليكم ورحمته وبركاته موعدنا اليوم بإذن الله جل وعلا في هذه الحلقة مع معيار 232 والمتمثل في مطالب التذوق الفني ولدينا اليوم بإذن الله جل وعلا درسان الدرس الأول دلالة الكلمة والدرس الثاني التعبير الأجمل نبدأ بحول الله وقوته بالدرس الأول دلالة الكلمة اقرأوا معي عزاء الطلاب عزيزات الطالبات الأمثلة التالية قال الله عز وجل الذي جعل لكم الأرض فراشا مرة أخرى الذي جعل لكم الأرض فراشا ترى على أي شيء تدل كلمة فراشا بالطبع الفراش هو مكان ممهد لاستقرار الإنسان وراحته من هنا نستخلص أن كلمة فراشا تدل على أن الأرض صالحة لاستقرار الإنسان ومهدة لراحته هيا بنا كي ننتقي إلى مثال آخر قال الله عز وجل فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا على أي شيء تدل لن تفعلوا الله عز وجل يقول للمشركين ولن تفعلوا تدل على أن الكافرين عاجزون ننتقل إلى مثال آخر القرآن نور القلوب ترى على ما تدل كلمة نور أحسنتم تدل على أن القرآن يمنح القلوب الهداية هيا بنا كي ننتقل إلى مثال آخر نعم الله لا تحصى هيا أبناء الأعزاء أريد أن أعرف منكم الآن كلمة لا تحصى على أي شيء تدل هذه الكلمة نعم الله كثيرة لا تحصى أحسنتم تدل على أن نعم الله كثيرة لا يمكن ولا نستطيع أن نعدها ننتقل إلى مثال آخر ميز الله الإنسان بالعقل على ما تدل كلمة ميز الله عز وجل ميز الإنسان عن باقي المخلوقات ما معنى أو ترى على أي شيء تدل كلمة ميز بالطبع أحسنتم تدل على تكريم الله للإنسان من هنا نستخلص أن دلالة الكلمة هي معنى يقصده الكاتب أو المتحدث ولا يذكره في الكلام وإنما يذكر ما يدل عليه هيا بنا كي نذكر بعض الأمثلة في هذا المطلب أحدد دلالة الكلمة التي تحتها خط فيما يأتي أبدع الله أبدع الله خلق كل شيء أبدع الله خلق كل شيء ترى على ما تدل كلمة أبدع هنا أحسنتم كلمة أبدع هنا تدل على الإتقان أي أن الله عز وجل أتقن كل شيء صنعة ننتقل إلى مثال آخر وطني عالم الثمين ترى على أي شيء تدل كلمة الثمين هذا الوطن ثمين أي قيمته كبيرة إذن تدل على أن للوطن قيمة كبيرة عند أبنائه هيا بنا أبنائي وبناتي كي نتعرض إلى بعض الأسئلة الخاصة بهذا المطلب أقرأ الجمل الآتية ثم أتخير الجواب الصحيح مما بين القوسين أخدم وطني بعملي المثمر كلمة المثمر هنا تدل على العمل انتبهوا معي أخدم وطني بعملي المثمر هل العمل هنا شجرة لها ثمار ولكن كلمة المثمر هنا لها دلالة معينة فالشجرة المثمرة شجرة مفيدة فالإثمار هنا يقصد به أحسنتم هل المتنوع أم السهل أم المفيد أم الجديد رائع أيها البطل إذن هي المفيد قال الله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا كلمة طهور تدل على أن الماء غزير صالح للاستعمال مصدر للحياة مهم للحياة الله عز وجل أنزلنا الماء لكي نستخدمه وكي نستعمله يشرب من الإنسان والحيوان إذن فهو تدل على أن الماء رائع أيها الطالب صالح للاستعمال هيا بنا كي ننتقل إلى سؤال آخر أقرأ الجمل الآتية ثم أتخير الجواب الصحيح مما بين القوسين قال الله تعالى يوم يعض الظالم على يديه كلمة يعض هنا تدل على الظالم هنا فعل شيئا ما ويوم القيامة سيندم عليه إذن كلمة يعض هنا تدل على الخوف أم الحزن أم الندم أم الألم أحسنت أيها الطالب الرائعة أحسنت أيها الطالب الرائعة كلمة الندم هيا بنا كي ننتقل إلى الدرس الثاني ألا وهو التعبير الأجمل انتبهوا معي أيها الطلاب الأعزاء والطالبات العزيزات التعبير الأجمل وهو أن يكون لدينا تعبيران يدلان على معنى معين ولكن أحدهم يزيد عن الآخر في التعبير عن هذا المعنى لذلك يكون هو التعبير الأجمل كيف ذلك؟ هيا بنا كي نتعرف أكثر وأكثر من خلال الأمثلة في هذا الدرس أحدد التعبير الأجمل من بين كل تعبيرين مما يأتي وأبين السبب الآن لدينا تعبيران الآن لدينا تعبيران التعبير الأول تبقى القويت وطنا لأبنائها التعبير الثاني تبقى القويت أما لأبنائها انتبهوا معي جيدا هنا تعبيران وكل التعبيرين يدلان على أن الكويت وطن للأبناء ولكن هناك هناك تعبير أجمل من التعبير الثاني أحسنت أيها الطالب الذكي التعبير الثاني هو الأجمل لماذا؟ إذن التعبير الثاني ألا وهو تبقى الكويت أما لأبنائها ترى لماذا اخترت هذا التعبير أيها الطالب الذكي؟ رائع لأنه شبه الكويت بالأم هيا بنا كي ننتقل إلى مثال آخر تاريخ الكويت تاريخ الكويت نور يسطر قصة التعبير الآخر تاريخ الكويت مليء بالأمجاد كلا التعبيرين يدلان على أن الكويت لها تاريخ عظيم ولكن هناك تعبير أجمل من الآخر ترى ما هو هذا التعبير ولماذا اخترت أيها الطالب الذكي هذا التعبير نقول تاريخ الكويت نور يسطر قصة أم تاريخ الكويت مليء بالأمجاد أحسنت أيها الطالب الذكية تاريخ الكويت نور يسطر قصة ولكن لماذا اخترت هذا التعبير أيها الطالب الذكية عفوا أحسنت لأنه شبه تاريخ الكويت بالنور هيا بنا كي نتدرب أكثر وأكثر من خلال الأسئلة على هذا المطلب أضع علامة صح أمام التعبير الأجمل في كل مجموعة مما يأتي البصمة سمة فريدة تميز كل إنسان عن غيره البصمة تختلف من إنسان لآخر كلا كلا التعبيرين يدلان على أن البصمة تختلف من إنسان إلى آخر والبصمة تكون لها أي لكل إنسان منا بصمة ولكن التعبير الأول هو التعبير الأجمل لأنه يدل على أن البصمة فريدة مختلفة اختلافا كليا عن أو تختلف البصمة من إنسان إلى آخر فنقول البصمة سمة فريدة تميز كل إنسان عن غيره ننتقل إلى سؤال آخر في خلق الإنسان أشياء عجيبة أبدع الله خلق الإنسان أيهما أجمل التعبير الأول أم التعبير الثاني رائع أيها الطالب الذكي أبدع الله خلق الإنسان فأنا في الإبداع الإتقان أحسنتم هنا أبناء وبنات الأعزاء أبناء الأعزاء بنات العزيزات قد وصلنا إلى نهاية الحلقة أشكر لكم حسن استماعكم حفظ الله الكويت من كل شر وسوء ومكروه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم